الحمد لله الحمد لله الذي بعث إلينا نبيه ومصطفاه وشرح صدره واجتباه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا محمدا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم أيها المؤمنون سورة عظيمة آياتها ثمانية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة بعد إحدى عشرة سورة هي من السور الست المستهلة بالاستفهام إنها سورة الشرح التي كانت تسلية لقلب نبينا صلى الله عليه وسلم وبيانا لمكانته ورفعة لشأنه فخاطبه بها ربه تعالى خطاب تودد وإكرام وتلطف وامتنان بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم لقد شرح الله تعالى صدره فملأه رحمة ومحبة وعطفا وشفقه فكان قلبه صلى الله عليه وسلم سمحا سليما وخلقه راقيا كريما يسامح المسيء ويتجاوز عن المخطئ ولا يحمل ضغينة ولا بغضا بل يعفو ويصفح إنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقاه ربه سبحانه شر الذنوب والأوزار قال سبحانه ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك أيها المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم لقد أعلى ربنا تعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في العالمين ورفع مقامه في عليين قال تعالى ورفعنا لك ذكرك فقلوب المؤمنين عامرة بحبه فقلوب المؤمنين عامرة بحبه وألسنتهم معطرة بذكره وشفاههم لاهجة بصلاة والسلام عليه فليس خطيب يخطب ولا مصل يتشهد ولا مؤذن يؤذن إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وما أصدق قول الشاعر وضم الإله اسم النبي مع اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد فذكره صلى الله عليه وسلم باق إلى يوم القيامة وكذلك السمعة الطيبة والذكر الحسن تبقى بفضل الله على مر الزمن فلنحرص يا عباد الله أن نحققها لأنفسنا وأهلنا ووطننا بالتزام كريم الأخلاق والخصال والتحلي بحميد الشيم والخلال اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم فاللهم إنا نشهد أنك أنت الله وأن سيدنا محمد رسول الله فأكرمنا بشفاعته فأكرمنا بشفاعته واملأ قلوبنا بمحبته وامن علينا بمرافقته يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه أما بعد فيا عباد الله من المبادئ التي أكدت عليها سورة الشرح قيم التفاؤل والظن الحسن بالله فكل شدة وعسر يتبعها فرج ويسر فيا من أصابته الهموم فيا من أصابته الهموم وتكاثرت عليه الأحزان وبلغ منه اليأس مبلغه ما بالك بأمر أكده الله تعالى وكرره فقال سبحانه فإن مع العسر يسرى ثق بوعد ربك وكن على يقين بأنه لن يغلب عسر يسرين لا تقنط من روح الله لا تقنط من روح الله وأبشر بفرج من الله وأبشر بفرج من الله تزول به آلامك وتتحقق معه آمالك فلعل الله تعالى يتبع العسر الذي تعرفه يسرا لا تدركه ولله در القائل ولا رب نازلة يضيق بها الفتاة ذرعا وعند الله منها المخرج وفي ختام سورة الشرح يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب أي إذا فرغت من أمر دنياك فارغب إلى ربك ومولاك قف بين يديه داعيا وله سبحانه مناجيا ولفضله راجيا فإنه تعالى خير من سئل وأكرم من أعطى هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد من في الصلاة عليه شراح الصدور وزوال الهموم ومغفرة الذنوب فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين اللهم اشرح صدورنا اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وأسعد قلوبنا واغفر ذنوبنا وثقل بالحسنات موازيننا اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين وإليك منيبين وبهدي نبيك صلى الله عليه وسلم مقتدين وبوالدين بارين اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين ربنا ما سألناك من خير فأعطنا وما قصرت عنه دعواتنا من الخيرات فبلغنا إنك أنت الوهاب اللهم أدم الاستقرار على دولتنا وأتم العافية علينا ووسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا اللهم وفق ليمرنا رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأميم لما تحبه وترضاه اللهم ارحمي الشيخ زايد والشيخ راشد والقادة المؤسسين وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك اللهم ارحمي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم وأقم الصلاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر